أعزائي المشاهدين أسعد الله مساءكم في هذا المساء النوفمبري المجيد في هذا البرنامج الخاص الذي يواكب هذه الذكرى وهذا اليوم الخاص الذي نحيي فيه سبعينية اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة هذه السبعينية التي أحيها الشعب الجزائري بأكمله باستعراض عسكري مهيب لقوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري سليل جيش التحرير الوطني حافظ أمانة الشهداء وهو الذي يصون الأمانة ويحفظ العهد في الدفاع عن سيادة هذا البلد رأى شعب الجزائري بأكمله مدى احترافية جيشنا الوطني الشعبي وانضباطه والنسق الرائع الذي رأيناه في مختلف الأسلحة التي قدمت لنا من القوات البرية والقوات الجوية والبحرية ومختلف المدارس العسكرية والتي أثبتت جدارة وعلو التكوين في الجيش الوطني الشعبي والذي يلم مختلف التخصصات جيش بجدارة يستحق عنوان ويستحق لقب سليل جيش التحرير الوطني وهو الذي أثبت صونه للأمانة عبر عدة امتحانات كانت أمامه بعد الاستقلال مباشرة كان في حرب الرمال أو في الحفاظ على السيدة الوطنية أو في الحفاظ على الدولة الجزائرية ومحاربة الإرهاب وصون الحدود وحتى ضرب الجريم المنظمة التي تحاول يوميا الإطاحة بالمجتمع الجزائري وأن تهز الأمن القومي للبلد هذا الاستعراض وهذا الجيش الذي نهديه بهذه المناسبة إلى ذاكرة أجدادنا أبائنا وأمهاتنا والشهداء الذين ماتوا وناضلوا واستشهدوا بل استشهدوا من أجل هذا الوطن نهديه إلى أولئك المنفيين إلى كالدنيا الجديدة نهديه إلى أولئك أصحاب المقاومة من الزعاطشة إلى أمود إلى المقراني حداد للا فاطمان سومر نهديه إلى الأمير عبد القادر الجزائري إلى الشيخ بعمامة نهديه إلى العرب بن مهيدي ونهديه إلى كل المجاهدين والمجاهدات بدون استثناء الذين حالموا بجزائر مستقلة وبجيش قوي يدافع على هذا الوطن إذن كان اليوم استعراضا عسكريا مهيبا يثبت قوة الجيش الوطني الشعبي وكل المجهود المبذول فيه رأيناها اليوم عدة وعاتادا وتكوينا وانضباطا كان في مستوى ما تستثمر فيه الأمة أكان بشريا أو مديا في هذا الجيش الذي سيحفظ دائما وأبدا هذا الوطن لأنه من الشعب ويدافع عن الشعب إذن سنناقش هذه الأبعاد أكان بالنسبة لجيشنا الوطني الشعبي أو أبعاد نوفمبر الذي يحفظ الأمان جيلا عن جيل ولمناقشة كل هذا أسعد باستضافة كل من البروفيسور يوسف خاسمي رئيس منتدى النخبة والكفاءة الوطنية مرحبا بك معنا شكرا جزيلا وممنون للدعوة الكريمة في هذه المناسبة الغاة وتحية خالصة لكل الشعب الجزائري بهذه المناسبة العزيزة شكرا لك على تلبية الدعوة كما أسعد أيضا باستضافة الأستاذ أكرم زيدي رئيس المركز الجزائري لاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولتية مرحبا بك معنا بصن ورخيم ولو تحية طيبة لكل الشعب الجزائري ونهنئه بهذه المناسبة طيبة وكذلك تحية إلى ضيوفك الكرام شكرا لك على تلبية الدعوة ونسعد أيضا باستضافة الأستاذ بوثلجة على النائب المجلس الشعبي الوطني عن حزب حركة البناء الوطني مرحبا بك معنا مساء الخير شكرا للاستضافات نهني نفسنا ونهني جميع الجزائريين بهذه المناسبة العظيمة إحياء لذكر اندلاع الثورة الجزائرية المظفرة شكرا جزيلا لكم على تلبية الدعوة ونهنئكم مرة أخرى وكل الشعب الجزائري ونبدأ معك سيد النائب أبو تل جعلال ربما سؤال بسيط كيف كان إحساسك وشعورك اليوم في هذه السبعينية المخلدة بهذا العرض العسكري للجيش الوطني الشعبي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على شرف المرسلين أنا متأكد أن شعوري هو شعورك هو شعور كل جزائري اليوم شعور اعتزاز وافتخار شعور كل مواطن في أي بلد يفتخر بمؤسسة حامية للدستور حامية للحدود حامية للوطن مؤسسة لطالما وقفت في وجه العدو من الخارج والداخل مؤسسة أثبتت أنها شعبية بابتياز مؤسسة اليوم تعزز استقرار البلاد ومؤسساتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني من يرى اليوم الاستعراض يحس إحساس الامتداد امتداد الأجيال ما بين جيل الثورة وجيل الاستقلال وجيل اليوم اليوم أول مربع مرة أمام المنصة الشرفية كان مربع المجاهدين وهو المربع الذي يعترف للمجاهدين بفضلهم للشهداء بفضلهم في استقلال الجزائر وفضل هذا اليوم على الجزائر أساس كل ما تم بنائها من بعد الله سبحانه وتعالى يقول وذكرهم بأيام الله هذا يوم من أيام الله المربع الثاني الذي مره هو مربع مدرسة أشبال الأمة وهم المستقبل وهي رسالة قوية لكل من يهمه الأمر أن الجزائر هي واحدة موحدة فيها امتداد واستمرار وتواصل بين الأجيال جيل جاهد فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلها الشهداء كما قال راحل هواري بومدين أدوا واجبهم كامل المجاهدين أدوا واجبهم مرتين واجب الجهاد ثم واجب البناء والتشهيد على جيل اليوم أن يثبت جدارته واستحقاقه بقيادة هذه البلاد اليوم السيد الرئيس الجمهوري عبد مجيد تبون أرسل الكثير من الرسائل لكل الذين يهمهم الأمر من الأصدقاء وبعضهم كان في المنصة من الجيران والأشقاء ومن الأعداء والذين كانوا يتبعون وراء شاشاتهم وكانت أنفسهم تحز برؤية ما كان يمر بالساحة وبالشارع اليوم هي رسالة لكل من يتساءلون لماذا الجيش الوطني الشعبي له هذه الحصة في ميزانية الدولة أنا عضو لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني وترح علي السؤال عدة مرات لماذا كل هذه الميزانية ترسد للجيش الوطني الشعبي الرسالة واضحة الجواب كان من خلال ما مر من جنود من ضباط من تشكيلات من مدرعات من صواريخ من طائرات من بواخر وكل ما شاهده الجزائر اليوم بعيسة وافتخار اليوم نشهد مستوى آخر من الاحترافية من الرقمنا من المرور إلى احترافية الجيش الوطني الشعبي الذي يؤكد مرة أخرى بما لا يدعو للشك أنه بالمرصاد وأنه حاضر ليوم المعاد يوم من ربما تسول له نفسه أن يمس بذرة تراب من هذا الوطن العزيز ذلك اليوم سيكون الجواب وسيكون ساحقا بإذن الله ممتاز بروفيسور قاسمي ربما في نفس السياق هذا الانطباع وأنتم يعني من الأكاديميين أيضا تكوين عالي يعني شهد به الأعداء قبل الأصدقاء في قضية التكوين التحكم في التكنولوجيا بالنسبة لكل المستويات العسكرية رأينا تحكم عالي في الطيران الحربي 132 طائرة حربية شاركت في هذا العرض ويعني لم تشارك بطريقة كان هناك تفوق يعني تكتيكي وتحكم التكوين أو العنصر البشري اليوم في الجزائر يعني تكوينه عالي هذا ما يقوله الكثير وربما الجيش الوطني الشعبي يعكس هذا التكوين أو تكوين العنصر البشري في الجزائر أنا ابتداء أجدد التحية الخالصة لأرواح شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار كما قال السيد الذين قدموا قرابين كبيرة للحرية وجهدوا مرتين كما أشهر خاصة من مجاهدين وأحب أن أضع الحدث والاستعراض والمناسبة ككل ضمن السياقاتها على الأقل ثلاث سياقات مهمة السياق الأول يتعلق بالتاريخ واسترجاع الذاكرة وضرورة تفعيلها على اعتبار أنها مصدر الإلهام دوما ومصدر ربط بين الأجيال والتواصل كما أنها أيضا حافز لبناء ثقافة الانتماء لهذا الوطن ولهذا التاريخ والبعد الثاني أو السياق الثاني هو السياق الحدث ذاته اللي هو الحاضر الحمد لله من خلال الاستعراض ومن خلال تعافي الدولة بمؤسساتها المختلفة وأعتقد وهذه وجهة نظر أن المؤسسة العسكرية تتقدم السباق من حيث الجاهزية من حيث الاحترافية بما فيها بعد الكفاءة وبعد الحضور وبعد الحماية للإرث التاريخي ومكتسبات الطورة من ناحية وكذلك بعد صيانة الأمن الوطني والأمن القومي للبلد وبعث الطمأنينة إرسال الطمأنينة كذلك للشعب والبعد الآخر اللي هو بعد الاستلهام ونلاحظ أن هناك طرف آخر اللي هو الجماهير التي جاءت وشكلت كما شكلت بالأمس حاضنة للثورة وللثوار على غرام من اختلال ميزان القوة العسكري وميزان القوة المادي بين استعمار كان مدعم من الحلف الأطلسي ومن قوة إمبريالية هي الرابعة في العالم أنذاك ومع ذلك القوة المعنوية والحاضنة الشعبية كانت هي الحاسم والمرجح لمعركة التحرير الوطنية ومن هنا فهذا مثل الاستعراض اليوم يبعث برسالة قوية أولا رسالة طمأنينة المجتمع والإجيال رسالة بأن رسالة الوفاء والاعتراف أيضا من خلال المنجزات وهذه واحدة من العنوين خاصة المؤسسة العسكرية باعتبارها حامية الدستور وحامية الجمهورية وأيضا حامية لوديعة الشهداء ومن هذا كل أرى بأن الكفاءة الجزائرية أصبحت في مستوى متقدم ليس فقط على المستوى العسكري كما بيّنت اليوم بوضوح بل كذلك حتى على المستوى الأداء واليوم الحمد لله في المرحلة الأخيرة وفي إطار مشروع الجزائر الجديدة أصبحت الكفاءة الجزائرية حاضرة في الإدارة حاضرة في الاقتصاد حاضرة في الإعلام حاضرة في مستويات حتى الأكاديمية في كل المستويات وأصبحنا اليوم نستطيع أن نقول أن جزائريتنا التي حلم بها الشهداء بالأمس أصبحت في حكم التحقق من خلال الحضور من خلال الفاعلية من خلال الالتفاف حول الوطن وحول ماذا رهانات رفع رهانات وتحديات وتجاوز تحديات الحاضر والتصدي لرهانات المستقبل ممتاز سيد أكرم زيدي ربما رأينا اليوم الشباب هو ذكر الأمة حتى في القوات المسلحة وفي مختلف التشكيلات الشباب الموجود حقيقة في البناء والتشهيد مهندسين أطباء بونات وفي كل ربما طالبة الجامعة تكونون في المقابل حمة الوطن رأينا مختلف التشكيلات من الشباب أكان من أشبال الأمة إلى غاية الطيارين وأطقم البواخر والغواصات رسالة نوفمبرية أنه جيل بعد جيل الأمانة نازالت كما هي محفوظة لم يتغير أي شيء في المبادئ الراسخة لدى المجتمع الجزائري طبعا هو كذلك أخي مولود بود أولا أن أشكركم على هذه الاستطافة طيبة تهانية إلى كل الشعب الجزائري إلى كذلك القائمين على مؤسسات الدولة الجزائرية مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بهذه المناسبة الطيبة ذكر السبعين لاندلاع ثورة تحريرية اندلاع ثورة تحريرية في الفاتح من نوفمبر 1954 كانت بسواعد الشباب الجزائرين ذاك رفعوا طبعا العزيمة لاسترجاع السيادة الوطنية ولطفاري بالحرية هذا بعد ثورات شعبية قادها كذلك شباب طفروا الاستقلال ونحن اليوم كجيل جديد كشباب نعمل جاهدين من أماكن عملنا بتخصصاتنا للمساهمة في تعزيز السيادة الوطنية لأن حقيقة تعزيز السيادة الوطنية يشترك فيها الجميع كل حسب منصبه كل حسب اختصاصه كل حسب توجهته كذلك كل من موقعه طبعا كل من موقعه لأن الحديث عن السيادة الوطنية خاصة ما نعيشه اليوم وخاصة ما عيشناه من خلال هذا الاستعراض العسكري أن الشباب في هذه المؤسسة الرائدة وهي المؤسسة العسكرية بمختلف الرتب طبعا ومختلف التكوينات عازمون على مواصلة طبعا تعزيز السيادة الوطنية خاصة الانفتاح الكبير الذي تعيشه المؤسسة العسكرية من خلال هيكل التكوين كذلك من خلال هيكل انتاجي التي يقودها الشباب إذا تحدثنا عن هيكل التكوين التي تأمل على تكوين الشباب المتواجد في هذه المؤسسة العسكرية حامية البلد حامية الدستور حامية الحدود وهذا الاستثمار أكثر في العامل البشري ومواكبة كل التطورات وكل التحديات الانفتاح الذي طبعا نسجله على مستوى المؤسسة العسكرية مواكب لكل التحديات التي يعيشها البلد التي يعيشها الإقليم التي تعيشها كذا يعيشها العالم ككل لأن اليوم الحديث عن مصطلحين مهمين وهو الأمن الوطني المتعلق بالأمن الاقتصادي هذا المصطلح الجديد المتعلق بالأمن الاقتصادي الذي ظهر في السنوات الأخيرة لأنه لا يمكن الحديث عن سيادة وطنية من دون سيادة اقتصادية من يؤزز السيادة الوطنية هي السيادة الاقتصادية بسواعد الشباب خاصة أن الدولة جزائرية مؤخرا خاصة بعد اعتلاء سيد رئيس الجمهورية سدة الحكم في بداية العودة الرئاسية الأولى ركز على عامل الشباب كونه طبعا يمتلك قدرات يمتلك مهارات والخصوصية في المجتمع الجزائري هي خصوصية طبعا الحديث عن تركيبة المجتمعية في الجزائر هم شباب أكثر من 70% من تركيبة المجتمعية في الجزائر هم شباب وجب الاستثمار في هذا العامل البشري الهيل وجب كذلك الاستثمار والتكوين المحكم للشباب المتوجد في المؤسسة العسكرية وهذا طبعا ما عشناه اليوم خلال الاستعراض العسكري بسواعد النخبة بسواعد الشباب حتى أنه لاحظنا أنه هناك طبعا منتجات عسكرية مصنعة 100% جزائرية كلها بسواعد الشباب الجزائري المتواجد في هذه المؤسسات والهياكل إن كانت هيكل تكوين أو هيكل للإنتاجية اليوم المؤسسة العسكرية جنبا إلى جنب مع الشعب الجزائري وهذا كذلك ما سجلناه من خلال التوافد الكبير والإقبال الكبير للمواطنين لمشاهدة وتتبع هذا الاستعراض العسكري الذي كان رسالة للداخل أولا للمواطنين لأشعب الجزائري أنه الجزائر قوية بمؤستها العسكرية ما عليكم إلا رص الصفوف لتقوية الجبهة الداخلية لأنه معظم الاختلالات التي وقعت خاصة إبان الربيع العربي كان الاستهداف والهدف هو طبعا إضعاف الجبهة الداخلية تفجير الدول من الداخل وإضعاف الجبهة الداخلية وكانت الأهداف طبعا تجسدت هذه الأهداف وكانت هناك طبعا كان هناك ربيع عربي اليوم الرسالة كانت للمواطن للشعب الجزائري أنه مؤسسة الجيش وما بات يسمى خريفة الخراب طبعا وهو كذلك إذن اليوم الرسالة كانت للدخل وكانت رسالة للخارج أنه العقيدة العقيدة الدفاعية لمؤسسة الجيش للجيش الوطني الشعبي عقيدة دفاعية لا يمكن التسامح معا من تسول له نفسه أن يمس بحدود الجزائر أن يمس بالسيادة الوطنية الرسائل كانت موجهة على كل الأصعيدة للأصدقاء للأعداء للداخل للخارج إذن اليوم الكل عازم على تعزيز السيادة الوطنية على كل المستويات وعلى كل الأصعيدة ممتاز وهو كذلك ربما كانت من الرسائل الكبرى للأعداء وحتى للمجتمع الدولي ككل أن العقيدة عقيدتنا هي عقيدة دفاعية وربما سنخوض في رسائل هذا الاستعراض ورسائل سبعون سنة بعد نوفمبر لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير من العقيدة من العقيدة